تبدو حكومة إقليم كردستان العراق ماضية في إجراء الاستفتاء على الاستقلال رغم الرفض القوي من بغداد والمحيط الإقليمي والدولي المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان اجتمع وقرر عدم تأجيل الاستفتاء عن موعده المقرر الاثنين المقبل رغم أنه أبقى أبواب الحوار مفتوحة مع بغداد أو الجهات الدولية ذات العلاقة وسواء قبل أو بعد التصويت وحسب وسائل إعلام كردية فإن اجتماعا للمكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني سبق اجتماع المجلس الأعلى للاستفتاء اتفقا فيه على إجراء الاستفتاء في موعده الموقف مغاير تماما في بغداد فقد حذر التحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق من خطورة التصعيد السياسي في كاركوك داعيا إلى عدم إقحامها في قضية استفتاء إقليم كردستان ورفض التحالف أية محاولة لتغيير وضع كاركوك وفرض سياسة الأمر الواقع عليها من خلال الاستفتاء موقف التحالف جاء بعد ساعات من دعوة وجهها محافظ كاركوك إلى مكونات المحافظة من الكرد والعرب والتركمان للمشاركة في الاستفتاء من جهته أصدر زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر بيانا دعا فيه الحكومة العراقية إلى إنهاء ما أسماه مهزلة الاستفتاء مهددا بأن الأمور ستأول إلى ما لا تحمد عقباه حسب البيان كما دعا الصدر زعماء الأكراد إلى طاولة الحوار مشيرا إلى أن انفصال الإقليم يمثل خطرا للأكراد قبل غيرهم عماد الدين همام العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر